ومن أخبارنا الرياضية حيث حصد المنتخب الوطني للناشئ الريشة الطائرة الميدالية الفضية لمنافسات بطولة أفريقيا المقامة بسنغالة وحصل منتخب الفراعنة للناشئين على المركز الثاني بعد الخسارة أمام منتخب موريشيوس بنتيجة 3-1 وكان المنتخب الوطني قد سعد للنهائي بعد تصدره للمجموعة الأولى عقب الفوز على بروندي وتونس على الترتيب بنتيجة 5-0 ثم الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 4-1 قبل أن يتغلب على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 في نصف النهائي